في فيديو اليوم هنتعرف على خمس طرق مجانية لتحويل الصور بالذكاء الاصطناعي لسلوب ستوديو جيبلي أو أنيمي أو كارتون مثل الأمثلة الواضحة أمامكم وبدون استخدام شات جي بي تي وأيضا سنستعرض كيفية استخدام صورك في تصميم صور جديدة كليا بالذكاء الاصطناعي لتظهر بنفس الشكل والحفاظ على ثبات شكل الشخصية خلال الصور وتحويل صور مشاهير لستايل ستوديو جيبلي معيار اختيار الأدوات في فيديو اليوم أنها تكون مجانية أو تقدم خطة مجانية يمكن الاعتماد عليها ركز معايا في كل خطوة في الفيديو وحاول تطبق نفس الخطوات للحصول على أفضل نتائج الممكنة يلا بينا نبدأ الشرح أول طريقة هنتكلم عليها النهاردة لتحويل صورتك لستايل أو اسلوب جيبلي أو أي ستايل كارتون تاني أنت عايزه هتكون عن طريق موقع هاجينج فيس طبعا كل الأدوات اللي هذكرها النهاردة هتلاقوها في وصف الفيديو بنفس ترتيب الشرح موقع هاجينج فيس بيديك حدود استخدام يومية وهذه الأدوات اللي بنتكلم عليها بتشتغل بموديل فلاكس وبيتم التعديل على شكل الصورة عن طريق اختيار موديل من المتحين أمامك في هذه القائمة مثلا لو أنا عايز أحاول صورتي لستايل جيبلي هاختار اللورا موديل الخاصة بجيبلي فلاكس بهذا الشكل هنا هتكتب البرومبت بتاعك نفترض مثلا نحن هنكتب البرومبت ده هسيبقولك في الوصف لأن ده هنستخدمه في بقية الأدوات الأخرى هتنزل تحت هتضغط على Advanced Settings ثم تختار الصورة بتاعتك من هنا نفترض أن أنا هاختار الصورة دي بهذا الشكل الاختيار ده مهم جدا اللي هو Denoise Strength لو جي نحية المين أكتر هيتطبق تأثير أكبر على الصورة ولكن شكل الصورة هيبقى مختلف لو جي نحية الشمال أكتر هيراعي أن هو يحفظ على شكل الصورة الأصلي ولكن التأثير هيبقى أقل هنسيبه زي ما هو دلوقتي هتنزل تحت هتختار المقاس بتاعك وتراعي أن هو مشابه لمقاس الصورة اللي أنت مختارها يعني دي صورة عريضة فأنا لازم أختار مقاس عريض العرض فيه أكبر من الطول بسيب بقية الإعدادات زي ما هي وبرجع تاني فوق وأضغط على Generate وده هيكون شكل الصورة النهائي باستخدام الإعدادات الافتراضية لو أنا عايز شكل الصورة يكون مشابه للشخصية الأصلية هنزل تحت زي ما قلتلكم وأغير الاختيار ده أخليه مثلا بدل 0.75 أقلله شوية وأخليه مثلا 0.5 أو 0.5 تعالوا نجرب تاني فبالتالي أصبح ده شكل الصورة النهائي حابب طبعا أحفظ الصورة على جهازي حضغط على الزرار ده وده شكل الصورة بالحجم الكبير نفس الكلام تقدر تعمله لو غيرت اللورا مودل مثلا هنختار حاجة شبه كده تديك Style بيكسار وكتبت فوق بيكسار ستايل في أي وقت لو موقع إدىك إيرور زي ده لازم تعمل رفريش للصفحة هيشتغل معاك بشكل عادي فده مثلا شكل الصورة في حال تغيير الستايل لبيكسار وده شكل الصورة في حالة اختيار موديل أنيمي زي موديل ده مثلا يفضل بعد كل مرة استخدام للأداء تعمل رفريش أو تحديث للصفحة علشان ما يطلعلكش إيرور أو خطأ أيضا ده أداء أخرى على موقع Hugging Face بتشتغل بنفس الطريقة اسمها Easy Control تديل الصورة بتاعتك والمقاس وتضغط على Generate Image فتطلعلك صورة نهائية بهذا الشكل أيضا أداء أخرى رائعة على موقع Hugging Face اسمها Omni Control Art ودي من ذات النهاية بتديك تحويل جيد جدا للأربع ستايلز اللي موجودين تحت دول يعني مثلا لو اخترنا صورة زي دي هنختار Ghibli هنضغط على Advanced Settings هنختار مسلا مع اسعريد هنا بتتحكم في شدة الستايل هنسيب كل حاجة تانية زي ما هي ثم Generate Image ودي الصورة النهائية النتيجة عندي مستو أنه بيطلع ستايل يمكن أفضل من شات جي بتي كمان الموقع والأداء التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة هو موقع Get Image AI وده الخطة المجانية فيه بتديك حوالي 100 كريدت في الشهر وتجدد وده فيه مميزات عديدة لكن احنا هنركز على كيفية عمل صورة ليك بالزكاء الاصطناعي من صورك هتضغط على Image Generator من هنا هتختار الموديل بتاعك من أحد مميزات الموقع ده انه هو بيسمح لك تعمل صور بموديل Flux Ultra علشان تعمل صورة بشكلك او بشكل اي شخص اخر لازم تستخدم الاختيار ده اللي هو Legacy او الموديل بتاعهم هنختاره هنا بتكتب البرومبت بتاعك وبتختار Style من دول لو انت عايزها صورة واقعية هتختار Photo Realism او Artistic او Anime هنختار Anime من هنا مقاس ومن هنا عدد الصور تحت خالص هتضغط على Advanced Settings وتضغط هنا علشان تختار الصورة بتاعتك نفترض مثلا ان احنا هنختار الصورة دي ثم من الاختيارات اللي هنا هتختار اختيار Character الاختيار ده بدأ ما هو 50 هتزوده مثلا هتخليه 90 عشان يطلع نفس الشخصية اللي في الصورة دي او شخصية شبهها ثم هضغط على Create Image دي الصورة النهائية ده شكلها بالحجم الكبير لو كبرناها عملها بStyle Anime شوية بس الفكرة انه هو طلع نفس وش الشخصية اللي هيكت شخصية الليمبي عمل حاجة شبهها بدرجة كبيرة لو عملنا نفس الكلام بس باختيار Photo Realism او الصورة تبقى بStyle وقعي اكتر هيكون ده شكل الصورة النهائي ايه اللي هنحصل عليه عمل الصورة بنفس الشكل الشخصية بStyle وقعي عملنا نفس الكلام في امثلة تانية زي صورة محمد هنيدي مثلا بStyle Anime وده مثال اخر لصورة محمد هنيدي بStyle Anime بكتابة نفس البرومبت ممكن كمان انك تختار Style Artistic ولو كتبت برومبت قصير مثلا كتبنا Photo of a man السوبر هيرو لو ضغطت على AI Improve هيحسن لك البرومبت ويزوده ويزود فيه تفاصيل اكتر تعالوا نشوف ده ممكن يطلع لنا نتيجة شكلها ايه فدي كانت الصورة النهائية شكل شخصية الليمبي لابس لبس سوبر هيرو او بطل خارق ممكن كمان لو انت عندك صورة مش عايز تعمل عليها تعدلات يدوبك عايز تغير الStyle بتاعها تخليه جيب لي او أنيمي مثلا او Pixar زي الصورة دي هتختار نفس الاعلات اللي احنا اخترناها هتكتب البرومبت بتاع جيب لي Style اللي هسيبه لك في وصف الفيديو هتختار من هنا اختيار Image to Image هتخلي الاختيار هنا 50 فهتطلع لك في النهاية صورة مشابهة او Style مشابه للStyle ده الطريقة الثالثة هتكون عن طريق موقع Pickle Human وده كنا اتكلمنا عليه قبل كده في القناة وده واحد من افضل مواقع رسمة وتصميم الصور بالذكاء الاصطناعي علشان تحول صورتك لكرتون او تغير صورتك لأي Style عن طريقه هتعمل عليه حساب مجاني بحسابك على جوجل الميزة في الموقع ده ان الخطة المجانية بتاعته بتديك 10 مرات لتحويل الصور بشكل سريع في اليوم بعدما العشر مرات دول بتخلص بيديك عدد لا نهائي من تحويل الصور ولكن بيكون بشكل ابطأ بس طبعا انا ملاحظتش فرق ما بين الاثنين فالميزة النهائية ان انت تقدر تعمل بيه صور بالمجان طوال اليوم ودي ميزة مش موجودة في مواقع كتير تقدر عن طريقه تحول صورتك لأكتر من Style كما هو واضح ويطلع نتائج جيدة جدا سواء في الـ 3D او في الصور الواقعية علشان تحول صورتك باستخدامه لجيب لي Style او اي Style كرتون اخر ركز بقى معايا عشان الخطوات دي مهمة هتتأكد في الاول انك مختار موديل بيكليومان رياليستيك ثم هتتعط هنا لاختيار صورة من على جهازك نفترب مثلا هاختار صورة زي دي لو الصورة فيها اكتر من شخصية زي دي مثلا هاختار Content Reference واسبها مثلا حوالي نص زي ما هي ثم عندي هنا حاجة جميلة جدا بيتماس بها هذا الموقع هي Prompt Magic لو دست عليها هيديني العديد من الـ Styles اللي ممكن اختار منهم وفيه كمان انواع اخرى من الـ Styles سواء هنا لها علاقة بالPainting او الرسم لو انا مثلا عايز احاول صورتي مرسومة كأنها Sketch او عايز اعمل تأثيرات على الصور الفوتوغرفية خلونا نرجع هنا تاني ونختار مثلا Style GTA مش حكتي Prompt لان انا عايز اغاير Style الصورة فقط واضغط هنا علشان اعمل الصورة بتاعتي ودي النتيجة النهائية طبعا حاجة لطيفة جدا الصورة كأنها من لابة GTA بالزبط حابب ان انا اعمل Download او احفظ الصورة على جهازي باضغط هنا بنفس الطريقة ممكن تختار اي Style من الـ Styles اللي موجودة هنا علشان تغير صورتك بمنتهى السهولة والسرعة وحتحصل على نتائج افضل من رائعة ومش هتحتاج انك انت تكتب اي Prompt موقع ده بقى بيبرع اكتر في ان هو يطلع شخصيات ثابتة في الصور يعني ممكن تعمل اكتر من نسخة من صورتك في اكتر من موقف مختلف ازاي الكلام ده هتتأكد ان انت هنا مختار موديل Pickle Human Realistic هتضغط هنا هتختار الصورة بتاعتك بالاختلاف المراضي ان انت هتختار Character Reference والقيمة هنا هتحاول تخليها ما بين 80 ل 90 هتكتب بقى ال Prompt بتاعك زي ما انت عايز عايز تختار Style من Prompt Magic برضو تقدر تعمل كده يعني خلينا مثلا نختار Style 3D Animation عشان نطلع الصورة بشكل 3D من هنا بتختار المقاس نختار مثلا مقاس عريض ونشوف النتيجة طبعا نتيجة ممتازة جدا بشكل كبير حفزلي على الوش الاصلي للشخصية اللي هي احمد ميكي وطلع هالي في الصورة مختلفة تماما انت ممكن تعمل كمان حركة جميلة جدا يعني انا هنا مثلا كتبت نفس ال Prompt اللي فات واستخدمت نفس الصورة ومختار Character Reference عايز نفس الشكل ده يطلع في الصورة ممكن كمان تختار صورة تانية وتقوله انا عايز الصورة دي تطلع او تكون هي ال Style Reference فالصورة دي مثلا معمولة بشات جي بي تي بStyle Ghibli Studio فانا قلت له عايزك تستخدم نفس ال Style اللي بيطلعه بشات جي بي تي وخليت مثلا قمت ال Style Reference بتمانية وزودت عليها كمان ان انا عايز كل ده يطلع في شكل Style Cartoon تعالوا نشوف النتيجة فدي مثلا بعضا من النتائج اللي حصلت عليها باستخدام الطريقة دي ده بالنسبة لوجه احمد ميكي وده مثال اخر ده مثلا نفس الطريقة بس باستخدام وجه الفنان عاد الامام تقدر تعمل نفس الطريقة دي لتأليد اي Style انت عايزه لكارتون او أنيمي او اي شيء اخر الطريقة التالية هتكون عن طريق موقع تنسور أرض وموقع ده انا ذكرته كتير قبل كده على القناة وهو موقع مفضل بالنسبة لي لعمل صور بالذكاء الاصطناعي الرابط هتلاقيه في وصف الفيديو بعد ما تعمل حساب مجاني على الموقع موقع هتديك 50 كريدت وتجدد كل يوم اول حاجة هتغط على create ثم هاختار من هنا image to image ركز بقى معي عشان اتباع الخطوات اللي انا هقولها اللي جاية دي مهم اول شي احنغير الموديل الرئيسي المستخدم هنالغط هنا ونختار موديل flux هنالغط على select هنا طبعا بيقولك الهدادات المثالية تمام هتغط هنا هاختار add laura وهنا هيطلع لك العديد والعديد من ال styles والموديلات اللي تقدر عن طريقها تغير صورتك لاي style من ال styles اللي انت شايفها دي في البحث هكتب ghibli gh هيطلع للموديل ده هاختاره ما نساش طبعا اغغط هنا علشان اختار الصورة اللي انا عايز احولها مثلا هاختار الصورة دي هكتب هنا ال prompt بتاعي لو نزلت تحت حلقة الاختيار اللي احنا شرحناه اكتر من مرة اللي هو denoise strength هنجرب نعمله في الاول على 5 هنسيبه في النص كده ولان الصورة بتاعتي في الحجم العريض فانا هختار حجم العريض لو الصورة بتاعتك بورتري او مربعة لازم تختار الحجم اللي يناسب صورتك علشان الصورة ما تطلعش ممطوطة هنسيب كل حاجة تانية زي ما هي اهم حاجة تاخد بالك ان السامبلنج ستيبس ما تزيدش على 25 لان دي حدود النسخة المجانية خلصت كل حاجة هضبط على generate ده شكل الصورة النهائي اللي اطلق لي طبعا نتيجة جميلة جدا لو انا عايز الصورة لنسخة المجانية خلصت كل حاج تبقى شبه الشخصيات بشكل اكبر ممكن بمنتهى البساطة اقلل قيمة الدي نويز سترينس بدلا ما هي بوينت فايف اخليها بوينت فور مثلا فدي مثلا النتيجة اللي حصلت عليها لما قللت قيمة الدي نويز سترينس ممكن كمان تحصل على نتائج افضل لو فعيلت الاختيار ده اللي هو الافتر دي تيلر اللي هو بيحسن الجودة بعد عمل الصورة ولكن خلي بالك ان ده بيكلفك كريدتس اكتر فبالتالي دي نتيجة اللي حصلت عليها واضح جدا ان شكل الوش والملامح بقى شكلها مميز اكتر فده مثلا شكل الصورة باستخدام سترينس مختلف اللي هو ريال انيمي الطريقة الاخيرة ودي ايضا على موقع تنسور ارت حسب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو دي تعتبر اسهل طريقة فيهم ولكن عيبها ما فيهاش تحكم في الارقام زي الطرق اللي فاتت هنا بتحط الصورة بتاعتك نفطرب مثلا الصورة دي وبتختار موديل من الموديلات المتاحة سواء كان لجيبلي ستايل او انيمي ستايل بتختار المعاس ثم بتضغط على جو ودي امسلة من النتائج اللي انا حصلت عليها باستخدام هذه الطريقة دي الصورة الاولانية ودي صورة اخرى مثال تاني بكده نكون اتكلمنا النهاردة عن خمس طرق مختلفة مجانية لتحويل صورك لجيبلي ستايل او انيمي اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تشايروا الفيديو الاكبر عدد من الناس وتقولوا اقتراحاتكم في التعليقات واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله